السيد علي عزيز عضو التغيير الثوري بغداد شكراً جزيلاً لجنابك شرفتنا وشكراً لصلاحتك وشكر موصول أيضاً لصلاح عبد المهدي الناشط المدني وكان يسعدني صلاح أن يكون الأنترنيات زيني يمك حتى التواصل ياني لكن إن شاء الله بفرصة أخرى تكون معي بالستوديو شكراً جزيلاً لجنابك وتحياتنا لأهلنا بالنجف الأشرف شكراً لك وشكر موصول أيضاً لسيد علي خيال اللي غادرنا عنده موعد صاحفي الناشط المدني شكراً جزيلاً لكم ضيوفي الكرام وإن شاء الله حق ولدنا ما يروح شكراً جزيلاً لكم مشاهدين الكرام بالختام كلمة أخيرة عندما نتحدث عن الرسائل الموجهة إلى مصطفى الكاظمي أو للسيد رئيس الجمهورية أنا أقول لا يحق إذا يسمحنا سيد المخرج لا يحق للذين كانوا يضربون الدفوف ويقرعون الطبول توجيه رسائل الآن لمصطفى الكاظمي ويقولون له أرحل أنا منذ تولي السيد مصطفى الكاظمي في سبعة خمسة الفين وعشرين في مجلس النواب العراقي ثابت على مواقفي ويشهد الشارع العراقي والمتابعين تحدثت كثيراً أن هذا الرجل غير قادر على إدارة مدرسة والفريق اللي يحيط بسيد مصطفى الكاظمي غير أكفاء لإدارة البلد ويعلم جيداً مصطفى الكاظمي لأنه كان رئيس اللجنة العليا الأمنية للكشف عن قتلة المتظاهرين أيام عبد المهدي ويمتلق قائمة بالأسماء لكنه لم يبوح بذلك فالذي يظهر الآن ويتحدث رسالة إلى مصطفى الكاظمي نواياك وأنت مرغم على ذلك يعلم جيداً أن سيد رئيس الوزراء جزء لا يتجزأ من القوى السياسية القوى السياسية التي غالبية سرقت سقوط الشعب العراقي وسرقت أمواله يعلم جيداً أن القوى السياسية والعسكري هي الأجنح اللي بتلعت الدولة الدولة المستباحة الآن في ظل حكومة يعلن عن نفس الرقص مع الأفاعي فعندما تتوجه الرسائل لمصطفى الكاظمي أنا أول شخص قلت له احمل الحقيبة واذهب إلى لندن أنت غير قادر على إدارة البلاد بهذه الظروف فمن يتحدث عن قتلة المتظاهرين وغيرها والرسائل يتذكر أيام ضرب الدف وأيام قرع الطبول للسلطة ويتحدثون بصوت عالي مع السلطة نحن وقفنا مع المواطنين وما زلنا ثابتين لا خلينا مطايع الميز ونتحدث باسم الفقراء والناس ولا تحدثنا جبنا التوك توك بالستوديو ونتحدث عن مصار الناس وبالتالي تسلقنا إلى السلطة نحن نتحدث أمام الرأي العام العراقي وبصراحة وحسابي على الفيسبوك والبرنامج هذا في دائرة الخطر شاهد على تحذيري على سعر الصرف وعلى الضربة الاقتصادية وعلى استمرار الاختيالات وعن هذه الحكومة غير قادرة على حماية خلوها بينقوسيا نفسها مو حماية مواطنين أما رسالتي أنا أساني يحق لي أن أوجه رسائل رسالتي إلى السيد رئيس الجمهورية المحترم برهم صالح أنا أعلم الدور الكبير لجنابك في ترتيب الأوراق رجل ما لعلاقة بلا شهادة جبت صحفي تسحل بي من قناة الفيحة لحد ما وصلت رئيس وزراء هذا الرجل غير قادر على حماية نفسه يا رئيس الجمهورية اقبل استقالة اللي مقدم لك ياه وخليه غادر البلد تعالوا بالبديل الناجح وليس البديل المؤدلج أبو الجواز المزدوج العراقيات واللادات للأبطال أعطينا أكثر من داعش ألف مقاتلة داعش ألف شهيد في مقاتلة داعش الآن عليكم احترام الدولة كافي استهتار واللعب وأجندات خارجية وعمالة البلد هذا لازم يكون للعراقيين ارحلوا جميعا وأنا أتحدث الرئاسات الثلاث لأنكم أنتم الشؤم والبؤس والضيم على الشعب العراقي سلام عليكم عسى أن تصل الرسالة